بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوضح مقال نشره موقع بلومبرغ الأميركي أن تداعيات الأحداث التي تتطور في النيجر يمكن أن تؤدي إلى كارثة على أمن واستقرار المنطقة والعالم مضيفا أن روسيا ومن خلال دعمها للإنقلاب تثبت مرة أخرى أنها ترى مواجهتها للغرب حربا عالمية لا ينقصها إلا الإعلان وقال الكاتب أندرياس كولوث إن انقلاب النيجر محرج لأنه لا القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ولا القوة العظمى المتضائلة الولايات المتحدة توقعت حدوث ذلك ووصف الكاتب الانقلاب بأنه مشؤوم لأنه مكسب غير متوقع لروسيا والصين كما وصفه بأنه كارثي لأنه نكسى في الحملة ضد الإرهاب والهجرة غير المنظمة كما قال إنه سيكون انقلابا مروعا إذا كان سيقود إلى حرب عالمية انقلابات وفوضى وذكر الكاتب أنه كلما زاد البؤس والفوضى في منطقة الساحل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر سعادة محذرا من أن سيناريو بوركينافاس ومالي قد يتكرر في النيجر فيطرد الجيش النيجيري القوات الفرنسية والأمريكية المتمركزة هناك ويلقي بنفسه في أحضان بوتين وبرغوزين زعيم فاغنر على حد تعبيره وقال إنه حتى خلال انقلاب النيجر كان بوتين يستضيف قادة أفارق آخرين في سان بوتروسبورغ ويدفعهم إلى دعم حربه ضد أوكرانيا أو على الأقل عدم معارضتها كما ظهر بيرغوزين في سان بوتروسبورغ لالتقاط الصور مع قادة أفارقة وعلق بأن ظهور بيرغوزين قد يبدو مفاجئا حيث من المفترض أن يكون رئيس فاغنر في المنفى البلاروسي عقابا له على تمرده الذي لم يدم طويلا في يونيو حزيران الماضي لكن يبدو أن مصالح بوتين في منطقة الساحل تتفوق على مخاوفه بشأن بيرغوزين صراع مع الغرب وأضاف كلوث أن بوتين مثل نظيره الصيني شي جين ينظر إلى منطقة الساحل على أنها مجرد خط أمام آخر في صراعه ضد الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومن الواضح أن هناك خطوطا أخرى تمر عبر أوكرانيا وآسيا والقطب الشمالي إذ أبحر في الأسبوع الماضي أسطول روسي وصيني مشترك بشكل استفزازي بالقرب من ألاسكا الأمريكية وذكر أن بوتين ينجذب بشكل خاص إلى منطقة الساحل لأنها من الممكن أن تزعزع استقرار الغرب بطرق عديدة في وقت واحد وقد أصبحت مركزا عالميا للإرهاب حيث تنتقل جماعات مسلحة إلى فراغات السلطة التي خلفتها الانقلابات والانتفاضات العرقية ومجموعة فاغنر ومضى الكاتب يقول أن بوتين يحب ما يمكن أن يسبب المزيد من المعاناة وهجرات أكبر شمالا ونحو الاتحاد الأوروبي الذي يريد زعزعة استقراره مشيرا إلى أن هذا يعد سببا آخر لجعل بوتين يستخدم صفقة الحبوب الأوكرانية سلاحا مدركا تماما أن حصاره يسبب الجوع في أماكن مثل أفريقيا وأظهر كلوث الاستقطاب الذي تسببت فيه أحداث النيجر وقال إنه من غير المرجح أن تحمل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا السلاح من أجل الرئيس النيجري المطاح به محمد بازوم وشرح ذلك بقوله إنهما تخشيان أن تكون النيجر هي العراق القادم أو أفغانستان وحذر من سيناريو أخطر يتمثل في اشتعال حرب عالمية إذا حدث احتكاك مسلح مع الروس وعاد الكاتب ليقول إن ما جرى في النيجر وغيرها من انقلابات ضد الأنظمة الصديقة للغرب في الساحل هو رد فعل على إهمال الولايات المتحدة وحلفائها للمنطقة لسنوات وصرح قائلا إننا بالفعل في الحرب العالمية القادمة حتى لو لم يعلن بوتين وشي جين بينج عنهما وأوضح بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والغرب أن يدعموا أفريقيا بل وجنوب الكرة الأرضية بأكمله ليس الآن فحسب بل من الآن فصاعدا وعليهم مواجهة الانقلابات العسكرية وكذلك مقاومة الجانب المظلم في الجغرافيا السياسية في الختم متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة